وجه رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك صعيد بوضع معالجات فورية للإنفلات الأمن في مدينة تعز وقيام الأجهزة المختصة بواجباتها في تثبيت الاستغرار ووضع حد للأعمال الفوضوية التي تتنافى مع مدنية المدينة وأبنائها المتطلعين لتحقيق العدالة وسيادة القانون وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم محافظة عز نبيل شمسان على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها وعدم القبول بأي تدخلات في أعمالها والتزام كل السلطة بالمسؤوليات المناطة بها والاحتكام إلى القانون وأكد أن على الأجهزة العسكرية والأمنية ضد الفوضى والإنفلات وملاحقة المجرمين أي أن كانوا ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين وأشار إلى أن هذه الأعمال غير مقبولة ولن يتم السكوت عنها وتسيء إلى سمعة المدينة كمنارة للنضال الوطني والجمهوري ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الجديدة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ستضع تعز ضمن أولوياتها وسيتم تطبيع معالجات عاجلة على الأرض لتطبيق سيادة القانون وتطبيع الأوضاع فيها من مختلف الجوانب واطلع رئيس الوزراء من محافظة تعز على تغرير حول مختلف الأوضاع في المحافظة بما في ذلك الجوانب الأمرية والإجراءات التي تم اتخاذها على ضوء الأحداث الأخيرة وإنفاذ قرارات السلطة القضائية مشيرا إلى أبرز الاحتياجات الماثلة في الخدمات أو في الخدمات الأساسية وفي مقدمتها صيانة الطرقات والأعمال الجارية في إصلاح طريق هيقة العبد التي تمثل الشريان الرئيسي لمحافظة تعز في الوقت الراهن